هاي زيكو عاملين ايه معاكو خلود والنهاردة هنتكلم على قصه قصيره شورد ستوري لطبعا العظيم تيكاف من اشهر اشهر كتاب الادب الروسي يمكن اول مرة نتكلم عن ادب روسي تقريبا لحد ما انا فاكرا عندنا في القناة ولكن اكيد هنتكلم عن كل انواع الادب او كل الادب العالمي اي حاجة بقا انجلس فرنش جيرمان روشن امريكان اي برازيليان حتى بورتجيز اي حاجة معروفة ومشهورة معنا النهاردة هنتكلم زي ما شفتوا في العنوان عن قصة ذابت ذابت معناها الرهان طبعا عندي الفيديو ده هيكون ملخص وتحليل مع بعض لان ايه شورد ستوري مش محتاج ان انا افصلهم فيلا بينا بقى جيبوا حاجة نشربها وما تنسوش تعملوا لايك وكمنت وشير وسبسكرايب وفعل الجرس على اليوتيوب وتابعوا الانستجرام اهو الانستجرام بتاعي على فيديو تاني في معلومات اضافية عن اللي انا بقوله النهاردة فاروحوا شفوه الفيسبوك نفس الشيء وهتلاقوا كل اللينكات بتاعت المواقع اللي فيها تكلام اللي انا بقوله بالانجلش واكتر تحت في الديسكريبشن في صندوق الوصف هتلاقوا في فيديو بيقول لكم ازاي تفتحوا صندوق الوصف اوكي وبرضو هتلاقي المواقع بتاعتي موجودة تحت في صندوق الوصف اللي هو الفيسبوك والانستجرام والحاجات دي كلها طيب تعالوا نبدأ بالملخص بتاع الحدوثة بتاعتنا النهاردة هي قصة سهلة ما فيهاش احداث كتير كستنا بتبدأ بعد خمستاشر سنة من حاجة معينة طيب خلونا نرجع خمستاشر سنة الورا وحنقول ان كان فيه واحد بنكر بنكر يعني الراجل بيشتغل في البنك بنكير يعني عامل حفلة والحفلة دي عزم فيها المثقفين بتوع المدينة بقى او يعني صحابه وكلهم ناس مثقفين من ضمنهم واحد لاير لاير يعني محامي واقع دي بيتناقشوا بقى ايه زي سالون ثقافي كده فبيتكلموا مع بعض وبيتناقشوا كانوا بيتناقشوا طبعا قبل ما اقول ايه حاجة تشيكاف من الناس اللي دايما بتناقش قضايا فلسفية في اعمالها جوه القصة عشان بس ايه تبقوا من اولها عارفين اوكي عندي الناس بقى اللي في الحفلة كانوا بيتناقشوا في قضية الكابتل بانشمنت كابتل بانشمنت يعني عقوبة الاعدام وهل عقوبة الاعدام ارحم ولا السجن مدى الحياة اوكي اللي هو lifetime imprisonment مين فيهم ارحم ان انا اعدم الشخص وخلاص ولا ان انا احبسه طول حياته فهما كانوا بيتناقشوا في الديبيت حوالين الموضوع ده البانكر كان رأيه ان هو مع عقوبة الاعدام وشايف ان عقوبة الاعدام دي ارحم للمجرم من ان نفضل حبسه لعمره كله فاحسن له وارحم له ان احنا نعدمه ونريحه فهو كان شايف ان ديه merciful اكتر اما اللاير اللاير ده كان شاب صغير برضو زي البانكر كده فاللاير كان شايف اللاير المحامي كان شايف لا ان عقوبة السجن مدى الحياة هي الارحم لان هو كان وجهه نظره اللي احنا مش هنشوفها كتير غير دلوقتي وفي الاخر في النص مش هنعرف وجهه نظره ايه بس او احساسه وافكاره ايه وده حته في التحليل حبته امهد لها كان شايف انه الحياة دي مش ملك الحكومة عشان هي اللي تقرر انها تاخدها او تدهاله يعني بيقول يعني افرد مثلا ان الحكومة حكمت على حد بالاعدام وبعد ما مات متعدم اكتشفوا انه هم كانوا غلطانين او انه هو الادلة كانت غلط او اي ان كان هل الحكومة هتقدر ترجع له حياته تاني فعشان كده الحكومة مش من حقها انها تسلب حياة حد ده رأي المهم اما البانكر فرأيه لأ ان الاعدام احسن ويارد تنزله في التعليقات في اخر القصه بس الاول وتقولول انتو رأيكو ايه مين فيهم الارحم او العملي اكتر يعني بس اسمعوا القصه الاخر الاول عشان حكمكم يبقى مظبوط عشان انا هقولكو ليه المهم اترهنوا البانكر لما اختلف مع اللاير فالبانكر قال له طب انا ارهنك ارهنك ان مفيش حد يستحمل ان هو يتحبس مدى الحياة فاللاير قاله لا يقدروا يستحملوا العزلة عادي هيحصل ايه فراح البانكر قاله طب انا اراهن ان انت تتحبس خمس سنين عندي هنا في البيت اعملك زي قوضه كده وكل طلباتك مجيبة واللي انت عايزه هنجيبولك ولكن معزلة تمه ما بتشوفش بني قدمين خالص لمدة خمس سنين ولو قدرت ان انت تعدل خمس سنين من غير ما يعني وتستحمل وما تقولش انا لا عايزه اطلع من قبلهم فانت ليه جايزه مالية اتنين مليون روبل واعتق بص هو اتنين مليون روبل بس انا مش فاكرة هل البانكر هو اللي قاله مهم يعني انه هيبقى له جايزه مالية كبيرة المحامي بقى عشان كان شاب بقى ولسه في الحماس الشباب قاله لا انا بقى موافق على الرهان ولكن انا هعلي الرهان مش خمس سنين لا 15 سنه انا راضي ان انا تحبس عندك في البيت 15 سنه بحالهم ولو خرجت بعد ما قدت المدة وعادي وقدرت استحمل المدة ل 15 سنه فساعتها انا هاخد منك اتنين مليون روبل روبل دي اللي هي العملة بتاعت روسيا بص انا فشلة في الحاجات دي بس غالبا ان هو روسي فاكيد اناوي هاخد من اتنين مليون وطبعا طلباتي اي حدا طلبها وانا جوا الحبس اوكي ولكن معادة انهم ما يتعملش مع احد فالبانكر قلق قال لا لاحسن بعدين يقدر يعملها هجيب له اتنين مليون منين فاعد اي حاول ان هو يقوله لأ ويدينه مخرج ان انت تصرعت ما تبقاش قناني كده عشان يقنعه انه اي ما يعني يلغي الرهان ما يقبلوش ولكن اللاير كان مصمم وقاله لا انا قابل الرهان ونبدأ فيه وفعلا الرهان تنفذ والبانكر عمل قوضة كده تقريبا يعني عنده في البيت يعني قوضة لللاير يعد فيها حبس انفرادي لمدة 15 سنة كل طلباته مجابه اي اكل اي شرب اي حاجه تدخله لكن ما يتعملش مع بني قدمين نهائيا اوكي وبدأوا فعلا في تنفيذ الموضوع اول سنة يعني هنقول اول سنة في الموضوع ده وبدنا هقول لكم حصل ايه اول سنة المحامي كان لسه بقى ايه الموضوع في الاول وعنده لسه قوة احتمال فعرضوا عليه ان هو يدخن قال لا انا بحبش التدخين وده ايه ضد اخلاقي يعني قالوا طب تشرب خمور وحاجات كده عشان يعني متبقاش مركز في العزلة دي قالهم لا انا برضه دي حاجه ضد اخلاقي وانا لا فخلي بالك ان هو رفض حاجات لا اخلاقية بالنسباله في اول سنة كان بيعزف في اول سنة على البيانو وهتعرفوا ان البيانو رمز الايه لما نجي ان ندخل في التحليل مهم كان بيعزف على البيانو وكان بيقرأ بدأ باقراءة الجاسبل اللي هو الانجيل زي البيبل كده فقرى الانجيل كله وتمعن فيه وكلام من ده وكان متعيش اول سنة جا بعد كده بعد اول سنة بدأ اعصابه بقى تفلت من العزلة خلي بالكم ما بتكلمش بني قدميه نهائيا ما بيشوفش حد حتى لما بيدخلوه الاكل بيدخلوهم غير ما يشوفهم فبدأ اعصابه تفلت بدأ يقبل انه يدخن وبدأ يقبل ان هو يشرب خمور وبدأ يتنازل شوية عن المبادئ اللي كانت عنده في الاول ما خلاص صبره خلص فبدأ ان هو ايه يتنازل عن بعض الحاجات وبدأ بطل يعزف بيانو ولكن فدل يقرأ كتب قعد يقرأ ويتعلم لغات واستغل ان البنكر هيلبيله اي طلبات فكان بيطلب منه كل انواع الكتب وطلق حتى الغالية حتى العاجات الصعبة ان هو يلاقيه كان بيطلب منه كل انواع الكتب والمفروض ان البنكر يجيبه اللي هو عايزه درجه ان هو فتره الحبس ال 15 سنه ارى اكتر من 600 كتب وتعلم كذا لغه جديده وكان اغلب الوقت بقى كل ما كان بقى السنين بتعدي كان بيقرأ كتير وبنام كتير وبيشرب خمور فينام فترات طويله عشان يعدي الوقت طبعا واما بعد ما عدى قربت ال 15 سنه تخلص وكان خلي بالكو البنكر ما شافوش حتى يعني طول 15 سنه دول هو ما شافوش ما عارف شكله ايه ولا فيه بينهم اي تعامل اما قربت ال 15 سنه تخلص البنكر لقى ان اولا هو دفع فلوس كتير جدا عشان يجيب له الكتب والاكله والحاجات اللي هو بيصرف عليه فيها دي بلاس ان هو لو فعلا قدر يوصل لان هو يصمد ال 15 سنه ياخد 2 مليون روبل وهو البنكر قال انا كده هيتخرب بيتي انا هاجيب له 2 مليون انا كده بيتي هيتخرب ففكر انه يقتله علشان يخلص من الرهان ده وخلاص ولكن رجع تاني قال لا وخلي بالكو ان هو عشان يخلص من الربطة دي فكر تفكير اجرامي اللي هو البنكر ولكن قال لا خلاص انا مش هقتله وكرر في يوم ان هو يروح يبص عليه من شباك الزنزانه كده او القوضة اللي هم هي مش زنزانه بالمعنى القوضة اللي هم عادينه فيها لما بص عليه اولا لقاه ان هو كان نايم على المكتب وقبل ما اكمل ان هو كان في خلال فترة الحبس كان دايما لما بيتعلم لغة جديدة او يترجم حاجة جديدة او يقرأ حاجة جديدة كان بيطلب من البنكر ان هو لو لقاه فعلا عمل زي تاسك كده ثقافية صحة كان يضرب ايه طلقتين في الهواف فهو يفهم ان هو كده يعني يحقق انجاز في العلم يعني من غير ما يشوفه حتى كمان المهم البنكر قبل الخمستاشر سنه ما يخلصه بحاجة بسيطة تقريبا بيوم او حاجة كده او يومين قرر ان هو يروح يشوفه فلما بص عليه لقاه نايم على المكتب اوكي وجنبه رسالة قبل ما يدخل يشوف الرسالة لاحظ هو الاول على فكرة قبل ما يشوف شكله اللي في مخ البنكر ايه ان دلوقتي هو اللاير اصلا كان صغير في السن فهو دلوقتي لما يخرج بعد خمستاشر سنة هيبقى عنده 40 سنة يعني برضو مش كبير قوي مش عجوز يعني لسه قدامه حياة وهيخرج وهيبقى معاتني مليون وهيبقى غني فهو كده هيطلع الكسبان ما حسبش الخمستاشر سنة اللي ضعه من عمره ده مين ده البنكر بص للفلوس ما بصش للعمر اللي روح بتاع الشخص التاني ده اللي هو المحامي لكن لما شاف شكله شاف قد ايه شكله تغير وبنع عليه الحزن وبنع عليه الهم وبنع عليه العجز قبل قوانه من الحبسة والعزلة اللي هو كان فيها ساعب عليه حس فعلا ان الفلوس يعني ما تسواش العمر اللي روح او الخمستاشر سنة اللي روحوا من عمر الراجل ده فبدأ يتعطف معاه شوية اوكي ولما لاحز ان هو سايب جواب على المكتب فدخل يقرأ الجواب والتاني كان شارب طبعا فكان نايم ونم عميق فما حسش به فالبانكر لما دخل ياخد الجواب ارى ولقى انه المحامي بيقول ان انا اولا لقى انه الاتتتوت بتاعه للبني ادمين بقى عدواني يعني ما بقاش يحب الناس بقى بيكره البني ادمين شايف بيكره الحياة المادية عايز بس الحياة الروحانية بدأ ان هو خلاص انا مش عايز فلوس انا مش عايز حاجة انا مش عايز التعامل مع بني ادمين كتر العزلة خلته بقى يكره الناس اصلا فيه ناس على فكرة لما بتتعز الفترة بتبقى عندها نوع من الفوبيا من البشر لانه ما بتعاملش نوعهم بقى له كتير هو ده حصل له كده بقى عنده هيترد كراهية للبشرية وده تأثير العزلة وهتكلم في ده كمان شوية في التحليل المهم لقى كاتب ان انا عايز الحياة انا من بقتش حابة بالحياة المادية ومش عايز ايه وعشان كده انا قررت ان انا قبل ما الخمستاشر سنة يخلصوا بيوم انا ههرب من القوضة اللي انا فيها علشان انا كده اخسر الرهان واسيب البنكر يحتفظ بفلوسه خلاص انا ما بقتش عايز فلوس فخلاص بدل ما اخد منه فلوس انا مش عايز اهو اخرب بيته يعني هو كان يقدر يعود اليوم او يومين الزيادة دول ولكن هو عمل كده او قرر ان هو خطة يعمل كده علشان وقاصد يخسر الرهان علشان البنكر ما يدفعش الفلوس فالبنكر لما ارى الكلام ده راح باسه وحضنه وفرح طبعا جدا ان هو مش هياخد منه الفلوس واخد الجواب ومشي او ما خدش الجواب انا بس هو هو ساب الجواب وهو خرج من القوضة او خد الجواب المهم انه هو خرج من القوضة اوكي تاني يوم جوم بقى الخدم يقولولو انه ايه الحق ده هرب ده مش عارف ايه وهم بقى ايه مستغربين ولكن كان البنكر عارف مسبقا من الجواب انه هو كان ناوي يهرب المحيمي فكان متوقع عاجة زي دي وامبسط طبعا انا واحتفظ بالفلوس بتاعته كده التاني خسر الرهان لانه خرج قبل ما عاد المدة ما تخلص واخد الجواب وشاله في حتة كده ايه احتفظ به يعني في حتة وقفل عليه وخلصت الحدوط على كده طيب مبدئيا نهاية مفتوحة ليه انشوف في التحليل خلينا نبدأ بالنهاية المفتوحة وبعدين نبدأ وبعدين نتكلم على الناحية الفلسفية بتاعت القصة والرموز اللي فيها النهاية مفتوحة ليه النهاية مفتوحة يا جماعة لان انا معرفش اولا المحامي ده خلص هو شخصيته كله ونفسيته اتغيرت من العزلة فهل هو هيفضل يعني هيقدر يعيش حياته عادي يعني هو هرب خلص هيعيش بقى حياته هيقدر يعيش حياته طبيعي ولا العزلة دي هتأثر عليه في علاقته بعد كده وهيحصله ايه يعني ايه تأثير الخمستاشر سنة حبس دول عليه ما شفناه مش برضو احنا شفنا لمحة ان هو ابقاش يحب الناس ومش بحب الحياة المادية ماشي ولكن ايه برضو التأثير في حياته الاجتماعية قدام ما شفناش حتى البانكر هل البانكر هيقدر يعيش عادي مش هيحس بتقنيب الدمير انه بسبب الرهان بتاعه ده هو ضيع شباب واحد تاني يعني كان صغير ولسه اهوج ومعندوش خلفية قوي يعني قبل اي حاجة من غير ما يحسبها ولا خلاص هيتعاير بان عندي في حتة كده انه ايوا البانكر حس فعلا بتقنيب الدمير شوية وحس ان هو ضيع حياة الولد ده اوكي ولكن في النهاية ما شفناش والحد فين هيفضل ضميره وقنبه هل قلاص شوية كم يوم وهينسى ولا هيفضل طول عمره حاسس بالزم ايه لا وليه احتفظ بالجواب يعني ليه احتفظ بيه وقفل عليه وخليه هل هيستخدمه هل هينفعه في حياته قدامه هل ايه فتحسوا ان النهاية كده ايه مفتوحة احنا اتفاجئنا بالنهاية يعني ما تحسوش ان النهاية شافية وافية كده ان انا وصلت الاخر القصة لا وفجأة تقطعت ان هو هيرب والبت انتهى وخلاص ما شفناش الابعاد بقى اللي وراه ليه لان تشيكاف ما كانش يهمه قوي ده قد ما يهمه يركز على بعض النقطة الفلسفية جوه العمل خلينا كده نتكلم على اول حاجة فكرة الفولشنس بتاعت الشباب او التهور بتاع الشباب وفيه منكو كتير ناس طلبة فركزوا في النقطة زي كلنا وكل الناس بتمر بمرحلة كده مرحلة المراقب والشباب الصغير بيبقى عندنا اندفاع بيبقى عندنا بيعين الدنيا كده وبيعين القضية ومستبيعين وما فيه مش فارق معنا حاجة ومغرورين بصحتنا وبحياتنا وفاكريين ان عمرنا ما هنتئذي وعمرنا ما هنعجز وعمرنا ما هنتعب كل حاجة دخلينها بسدرينة كزا ما بيقولوا ومش فارق معنا حاجة خصوصا لو حد ما عندوش الاتزامات وارتباطات يعني حد مش متجوز ما عندوش اطفال فهو الوحده فمش شايل مسئولية نفسه فمش شايل مسئولية حد يخليه يحسبها كويس يعني معناها صحب فدي من النقط اللي تشيكوف لفت النظر لها طبعا عن طريق اللاير اللي هو المحامي والجمعنا بيقول لاير عشان ده لاير ده نوت امريكان اوكي انيوي ده نموذج للشباب المتهور يعني هو في لحظة تهور وعشان يثبت وجهة نظره ان هي صح حرفيا ضحب 15 سنة من عمر يعني طلع عنده 40 سنة ضيع 15 سنة يعني كده كان داخل عنده 25 سنة ضيع كتير من احسن سنين عمره لمجرد انه يثبت وجهة نظره وده طبعا قمة التهور والانانية والغباء شيكوف قال يمكن الولاد ده لو كان عنده اسرة زوجة او اطفال يمكن ما كانش تفكر كده ولكن ده طبعا قمة التهور وكان هنا هو بينتقد الحتة دي في الشباب اوكي فدي نقطة تاني نقطة الحكم بتاع الاعدام هل هو فعلا ارحم يعني هل شيكوف برضو هنا بينقش فكرة انه هعمله في القاتل او المجرم هل نعدمه ولا نحبسه مدى الحياة مين فيهم وقعوا عليه هيبقى اسوأ مين فيهم هيعذبوا اكتر انا من الناس اللي شايف ان الاعدام ارحم طبعا لان فكرة الحبسة زي ما هشوفته حصل ايه للمحامي ماشي هو استحملهم هو قاعد ال 15 سنة بس حصله ايه تلع كره حياته وكره الناس وكره كل حاجة وعنده عقدة نفسية ومش عارف يتعامل مع حده العزلة الفترة الطوية دي ممكن تموت الانسان بالبطيق يعني هي تعتبر موت بطيق حرفيا سلوداث يعني تشيكوف ممكن يكون قل ان دا يعتبر نوع من انواع سلوداث احسن ما موته واخلص وهو يرتاح والمجتمع يرتاح انا شايف ان دا ارحم وانا كشخصيا متفقة طبعا مع رأي البانكر لانه اه شيء وارد ان يحصل غلط وانه ماشي بس ساعتها دا قدره بقى هو عمره كده لكن صعبة جدا وانا بالنسبالي قمة اللا رحمة ان انا احبس انسان مدى حياته حتى مش مؤبد دا دا حتى طول عمره يعني يبضل في البسجنة حتى ما يموت ان شاء الله يقاش تسعين مئة سنة يبضل محبوظ which is so bad بصراحة يعني وشفنا وتشيكوف واضح ان هو كان ضد دا بردو لان احنا شفنا انه سوى وابين لنا دا ايه الاسر السلبي للعزلة على الانسان فدي من ناحية ويكتبولي تحت رأيكم يا جمان انتوا شايفين انه اني ارحم فعلا يعني العقوبة الاعدام ولا الحبس مدى الحياة لان في دول بتمنع الاعدام يعني في بعض الدول ممنوع عندها حكم الاعدام وفي دول تانية عادي فما فيش عندها حكم حبس مدى الحياة ده فمين فيهم انتوا شايفينه بالنسبة لكنتوا احسن فدي حاجة كمان عندي اتناقش في قضية فلسفية في غاية الاهمية وهي الفلوس والعمر من فيهم اكثر قيمة هل الفلوس الكتير تساوي انك تضيع سنين من عمرك اي ان كان السبب يعني من تحت اطلع غني ماشي يعني هو هنا المفروض ان المحامي ده كان حيطلع 40 سنة مع 2 مليون روبل وغني جدا وبرضه هو مش عجوز قوي ولكن ال 15 سنة اللي راحوا دول هل ال 2 مليون دول يوازوا ال 15 سنة اللي راحوا ولا العمر حاجة ما تتعوضش سنين عمرك حاجة الفلوس دي ولا حاجة جنبها ما تساويهاش واتشيكوف انا احساسي طبعا من القراءة القصة انه هو ميل جدا لانه يقول لا عمر الانسان طبعا اكثر قيمة بكتير من الفلوس الفلوس هتعمله ايه الفلوس مش هترجع له ال 15 سنة دول مش هتحلله الاقل عقدة النفسية اللي حصلت له من العزلة فالفلوس مش هياش القيمة الفضيعة اللي الناس ممكن تضحي بسنين عمرها علشانها اوكي دي نقطة نقطة تالتة بقى بعدوا بقى انتوا انا نسيت الارقام حاليا مش مركزة المهم يعني النقطة اللي بعد كده وهي ان ربنا خلق الانسان كأن اجتميعي ما يعرفش يعيش في وحدة ما ينفعش يعيش في عزلة لازم يعيش في مجتمع اوكي هو ربنا خلقنا كده فالانسان اللي بينفصل عن هذا المجتمع ويبدأ يعيش في عزلة تامة حتى لو استحملها بيتأثر نفسيا جدا لانه بيحصل له هزة نفسيا جمدة مفيش حد يقدر بني قدر مساوي هيطلع مش ساوي من الاخر هيطلع عنده عقد نفسية قد كده وهيطلع انسان غير طبيعي وغير ساوي وزر بقى زي ما حصل للمحامي هيطلع كاره نفسه وكاره النفسه ومش هيستعمع حد او انه هو هيطلع عنده عقد بقى يطلع بقى عنده مرض نفسي انه مفيش حد يستحمل عزلة دي دا لو اسبوعين ثلاثة ممكن يتعب نفسيا ما بالكو بقى حد عاد سنين فهو عايز يسبت وجهة النظر الفلسفية ان الانسان كائن اجتماعي العزلة ممكن تقتل الانسان بالبطيل كمان العزلة ممكن تخلي الانسان يتنازل عن مبدئه لانه هو في الاول المحامي بدأ رافض السجير والتدخين ورافض الخمرة ومحتفظ بما بدئه عدت سنة فقط كل ده ومن الزهق ومن الحبسة والعزلة بدأ انه هو يتنازل عن جزء من المبادئ فاذن العزلة من الحاجات اللي ممكن تخليك تضعف نفسيا ولما تضعف نفسيا مش هيبع عندك القدرة تقول لأ على كل الحاجات اللي ضد مبادئك وده حقيق ده نفسيا فعلا طبع حتى نظرات علم النفس كلام ده بجد كلام ده صح وحقيق مفيش حد يقدر يوما عايز في عزلة ايوه ممكن تبقى مش مرتاح مع الناس اللي حواليك تاخد جنب شوية تعرف ناس قليلة ما بقاش حواليك دايرة كبيرة ماشي بس انك لوحدك تماما مشوفش بني قدمين خالص تي حال قاتلة حتى روبينسون كروزو يعني ارجعوا كده لرواية روبينسون كروزو هتلاقوا انه هو من كتر ما كان حجيره تخلف عقلي من العزلة خد له مساعد وبدأ انه هو يكلم عروسة علشان ما ينساش اللغة وموضوع كان صعب عليه جدا طيب دي نقطة برضه العلم والدين انا عندي انه هو اول حاجة اروها كانت الجاسبل جاسبل زي الانجيل يعني يدل قدقين الانسان في وقت الشدة بيحتاج الدين وبيحتاج يرجع لربنا او يمسك في الحتة الدينية اللي عنده دي الحاجة اللي بتصبره شوية دي الحاجة اللي بتخليه يقدر يستحمل علشان كده اي نداء لهدم الاديان دي هدم الانسان ككل علشان بس تبقى عارفين ايا كان الاديان يعني ما كل واحد عنده دين ما فعله دينه دا ايا كان اني دين هو دي الحاجة اللي بتصبره على كل حاجة دي الحاجة اللي بيمسك فيها وقت الشدة لما تبقى مش موجودة هيروح في 60 دهي فعشان كده كل اللي انتو بتشوفوها وليكو اي حاجة بتقول لا دين دي ناس متخلف عايزة تقضي على البشرية اهو تيكوف شوفوا من سنة 1800 وكام كان بيقول الكلام ده وراجل روسي حتى يعني ما هوش ولا مسلم ولا حتى لو مسيحي ما هوش يعني متدين اوي في الوقت ده ما اعتقدش انما حتى لو كان متدين بس شوفوا من سنة كام والراجل وصل لنفس النتيجة انه هو الدين هو الشيء اللي بيخليك اللي هو المركز اللي بيشدك للمركز بيخليك منتش تايف اللي مركزية فده اول حاجة لاحظناها انه اراها بعد كده بده يقرأ كتب زي ما قلتلكم حوالي 600 كتاب في ال 15 سنة دول العلم واهمية العلم واللغات والتعليم وقد ان العلم والتعليم دول من الحاجات اللي بترفع مستوى الانسان وهي دي الحاجة اللي ساعدته انه يعني يعدي ال 15 سنة يعني هو واحد قاعد ما بتعملش مع بني قدمين زي ما يكون الكتاب بقى حل محل العلاقات الانسانية في حياة المحامة فيش بني قدمين بيكلمهم فبدأ ينغمز في الكتب وشخصيات الكتب كنوع من الحل البديل طبعا هو مش حل بديل لان ما فيش حاجة تغني الانسان عن يعني حياة الاجتماعية وعن البني قدمين بس هو نوعا ما مدام ما قدموش option في الكتب هنا عندي في القصة كانت نوع من الحل البديل ان هو يعني يساعده انه يبقى بديل للعلاقات الانسانية اللي مبقيتش موجودة في حياته خلونا نشوف كمان الرموز اللي عندي السيمبلز اللي موجودة عندي في العمل اول حاجة واضحة هي المني الفلوس الفلوس بتاعة البانكر هقول ان الفلوس اللي هي الراهان اللي 2 مليون روبل كانوا رمز للطمع رمز للطمع يعني المحامة طمع في الفلوس فضحة بسنين عمره عشانها وفي الاخر ما خدهاش اكتشف انه سنين عمره اهم وانه مش عايزها خلاص هو زهد حتى فيها اوكي ولكن خدعته في الاول يعني الجريد او الطمع طبعا هنبص على اللابتوب اوكي عشان ما تستخدموش هنبص فيه عشان هكتب النقط هنا انيوي يعني من الحاجات اللي خليته انه هو يضحي بحياته فالطمع وفي الفلوس ساعده انه هو عشان يثبت كمان وجهة نظره يضحي بالخمستاشر سنة من عمره فده رمز يعني نقدر نقول للطمع الى حد كبير اوكي طيب اوكي في عندي رمز طب خليني هسيبي الموتيف للاخر ولكن خليني الاول اقول رمز الكتب وزي ما قلنا الكتب كانت رمز يعني للريبليس او اللي هو البديل للهيومن انتر اكشن او التعامل مع البشر فالكتب كانت رمز للحل البديل لان هو تريبليس يعني البشر في حياة الراجل ده وطبعا واضح انه ما نجحتش ماء في المية يعني ماشي سيصبرته فعلا شوية وفعلا كانت تعلم حاجات كتير ولكن على الاقل ما خلتهش الجنن يعني في الاخر بس برضو مش هي دي البديل الكافي بدليل انه هو في الاخر تعب نفسيا اوكي فهقدر اقول ان الكلمات اللي في الكتاب وفي الكتب وكده كانت رمز للتجربة الانسانية والتجربة اللي هو مري بيها للتجربة كلها اوكي طيب هنروح على زي ما قلنا الجاسبل او زي الانجيل ده كان رمز للدين واكيد يعني دي حاجة واواضحة ان قد ان الدين مهم وان لازم ربنا يبقى معاك طول الرحلة طول ايا جان انت بتعمل ايه بقى او ايه المشكلة اللي انت فيها لازم اهمية وجود ربنا في حياة الانسان لانه ده الرمز يعني هو الرمز هو السيمبل ايه لاهمية وجود ربنا في الكواست او الرحلتك في الحياة وواضح طبعا من المحامي انه بدأ بدا بالزيت قبل اي حاجة كمان فساعده انه هو شوية يعني يتعلم كمان يبقى عنده صبر انه يتعلم من الكتب الماينسات بتاعه كمان يتغير يعني طريقة تفكيره طبعا الدين قدره انه هو يغيرها شوية يتأقلى في حاجات خلاص ما بقى شي في الواقع ان الفلوس مش هي كل حاجة وانه في حاجات تانية اهم وبدأ يشوف الدنيا شوية على حقيقت اوكي كمان عندي البيانو انا قلتلكم انه هو في اول سنة كان بيعزف البيانو وكان عنده بيانو في القوضة كان بيعزف عليه بعد كده بطل يعني الاول البيانو بقى صوت عالي وميوزيك وبتاع حاجة اجتماعية او رمز الشيء الاجتماعي او النشاط اجتماعي بدأ يسيب الحاجة اللي لها صوت وكده ويدخل في القراءة بس زي ما يكون بيدخل في مود العزلة الصالي تيود يعني رمز انه هو تغيير الماين سات بتاعه وانه حصل بروجرس انه ساب الحياة الاجتماعية وبدأ يتشد اكتر ناحية الصالي او العزلة اخر حاجة هتكلم عليها الموتيف انا عندي هنا موتيف يعني حاجة بتتكرر حاجة هتلاقيها فكرة بتيجي كتير وانت بتقرر بتتكرر كذا مرة وهو التغيير الدائم تغيير دائم من ناحية ايه هنلاقي ان حصل تغيير مثلا مثلا تغيير في انه المحامي كان في الاول رافض حاجات وبعدين قبلها زي اللي هو التدخين والتبغو والخمور نفس البنكر برضو حصل له تغيير حصل تغيير انه هو كان شايف انه الرحمة حاجة مهمة بس في نفس الوقت جال وقت تفكر انه يقتل اللوير فده برضو نوع من خطرت ومش عشان يرحموا من العزلة لا هو عشان يوفر فلوسه هو يعني هو كان منظور مش بقى انا عايز اقتله عشان ارحموا من العزلة زي فكرة الاعدام كده لا هو كان عايز يعمل كده عشان هو ما ياخدش منه الى 2 مليون روبل فيوفر الفلوس بتاع فدول تقريبا اهم حاجات تهمني نفس بس بديتيلز اكتر هتلاقوا في المواقع لاتبالكو تحت دي اهم تيمز لو في تيمز تانية شفتوها هتبقى تيمز ماينر مش كبيرة قوي طبعا حسب طبعا لو انتم بتدرسوها المدرسة والجامعة وكي وكي ده كان فيديو بتاع النهار ده يارب يكون عجب ما تنسوش تروح وتشوفوا فيديو الانستجرام لانه في مقدمة عن نفسه وعن برضو القصة فحاولوا تشوفوا فيديو الانستجرام هتلاقوا الانستجرام والفيسبوك وكل حاجة المواقع بتاعتي تحت في الدسكريبشن وما تنسوش بقى لايك وكومنت وشار وفعل الجرس وتابقوني على الانستجرام والفيسبوك شوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الانستجرام باي باي